اشتركوا في القناة ومن ولاه ايها الاخوات الكرام زي ما هوضح امام حضرتكم هذا هو اللقاء الثالث في احلام ورؤى لا تحدث بها اي احد طبعا في البداية لازم انبه اننا مش بذكر احلام او رؤى بدل على بعض العقبات والمشاكل العادية الموجودة في حياتنا لا هذه الرؤى التي اتكلم عنها تدور بين كوارث او مصائب او طلاق او قرب اجل الى اخر هذه الامور المخيفة فالرؤى دي يا جماعة ما نحكيهاش لأي احد ولا المفسر ولا المفسر تشوفها تستعز بالله منها وتدعو الله تبارك وتعلى اللي يصيبك منها اي مقروب ودعوني اذكر الرؤى مرة واحدة وربعة اول رؤية معانا وهي رؤية قتل الحية على فراش النوم لا تحدث بها احد التبول على الخبز رؤية قول الميت بيني وبينك موعد انقلاب السيارة بالزوجة والزوج ايا كان اللي شاف الرؤية الزوجة اللي شاف الرؤية الزوجة اللي شاف الرؤية قل ان الانسان يكون راكب مع شريك حياته والسيارة تنقلب به ما تحدثي بها احد رؤية تقييد الرجل او ربطه حينما يقيد بالحبال تكاشل احد الاوراق الرسمية وهي منتهية الصراحية يعني مثلا الهوية اللي منقول عليها البطاء الشخصية مثلا عندنا باللهجة المصرية اشوفها تاريخها منتهي اي ورقة رسمية منتهية الصراحية ما تحدثي بها احد رؤية انك تؤذن تؤذن ده جميلة مش شيخ انت دايما تقول لنا ايوة رؤية انك تؤذن على باب بيتك لا تحدث بها احد رؤية رائحة شعري وهذه الرائحة منتنة لا تحدث بها احد رؤية هدم البيت القديم وسقوطه مرة واحدة رؤية انهيار الجسر رؤية اعطاءة للميت طعام والميت يرفض ان يأخذه لا تحدث بها احد تازلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة